في التمانينات مرات المشير الجمسي جالها مرض نادر وكان لازم تتعالج في مستشفى بمدينة ليون الفرنسية الست سفرت فرنسا لكن الجمسي ما عرفش يروح معاها عشان ما كانش معاتها كاليف وكل اللي كان ما حوشه 700 دولار بالزبط وبعد كام يوم جاله تليفول من المستشفى يحضر فورا عشان مراته بتموت وفعلا ماتت بعد ما وصل بخمس دقايق زي ما حكى ابتدت ترتيبات نقل الجثمان لمصر المشير الجمسي اتصل بمدير مكتب المشتروات الحربية في باريس عشان يساعده في نقل الجثمان والراجل ما تأخرش وكلم مكتب شركة مصر للطيران في فرنسا وسأل المدير لو ممكن طيارة الشركة اللي رايحة من باريس للقاهرة تعدي على مدينة ليون وتاخد الجثمان مدير مصر للطيران وافق فورا والطيارة عدت على ليون وخدت الجثمان والمشير الجمسي لكن الكارثة حصلت لما مبارك عرف المشير الجمسي بيقول كل اللي شغلوا سؤال واحد مين اللي أمر طيارة باريس تعدي على ليون واتصل بمسؤولين الطيران وسألهم مين عمل كده المدير قال له يا فندم احنا تصرفنا بشكل مباشر عشان كنا خايفين الجثمان يتأخر في النقل وكانت الصدمة لما مبارك رده وقال له وانت مالك ما تسيبها تعفن وقبل ما تسأل مبارك كان بيكره الجمسي كده ليه ضروري تعرف حاجة حصلت بعد الموضوع ده بفترة في يوم حصاب الله الكفراوي وزير الإسكان جالوا تليفون من المشير الجمسي وبعد التحية والسلام الجمسي طلب من الكفراوي يساعده يلاقي شغل مع شركات المقاولات اللي بتتعامل معها الوزارة حصاب الله الكفراوي مقدرش يمسك نفسه وبكى وهو بيكلم في التليفون وقال يا خبر السود المشير الجمسي وصلت بيه الحاجة انه يدور على شغل عشان يعرف يعيش وبعد ما انتهت المكالمة طلع على الرئيس مبارك وطلب منه يعين المشير الجمسي مستشار في اي مؤسسة تبع الحكومة بمرتب محترم كوزير سابق وبطل من ابطال حرب اكتوبر مبارك قاله تمام تمام هنشوف لكن بعد ثلاث ايام اتفاجئ حصاب الله الكفراوي بخبر في الجرنان عن اعتداء بالطجية على المشير الجمسي جوه شقته وبيقول ان الحادثة اتسجلت كمحاولة سرقة لكن في الحقيقة كانت علقة تأديبية عشان ما يتكلمش تاني الجمسي عن ظروفه وفعلا ما تكلمش من بعد الحادثة دي لحد ما مات اما ليه بقى مبارك كان بيكره الجمسي فالاجابة عند الدكتور مصطفى الفئي مصطفى الفئي حكى ان الجمسي بعد وفاة زوجته الاولى بفترة اتجوز من سيدة عربية كان عندها ولدين وبعد جوازهم الجمسي سعى عشان الولاد ياخدوا الجنسية المصرية وقابل الفئي وطلب منه يعرض الموضوع على مبارك ولما مصطفى الفئي قال لمبارك الجمسي عايز يدي الجنسية لولاد مراته مبارك رد سيبك منه بعينه الفئي استغرب وسأله حضرتك متضايق منه ليه كده مبارك قال له يوم ما تعينت نائب للرئيس وهو كان وزير حربية خرجنا من الوزارة سوا عشان نروح الرئاسة وإحنا جاي نركب العربية رحت عشان أركب على اليمين بعت باري حبقى الأقدم وصاحب المنصب الأهم والتقاليد بتقول الأقدم يركب يمين لكن لقيت الراجل قلب وشه وقال لي لأ أنا لسه أقدم منك وحركب على اليمين وانت شمال رحم الله الجميع شكرا